جواً، براً، وبحراً واشنطن اتخذت القرار والمساعدات الإنسانية ستدخل قطاع غزة بكل الوسائل والحل الأخير أصبح الخطوة الأولى المساعدات عبر عملية إسقاط جوي قرار بايدن بإرسال مساعدات عبر إسقاط جوي خلف انقساماً داخل الكونغرس الأمريكي ولعل ما كشف عمق الأزمة الإنسانية حادثة دوار النبولس التي راح ضحيتها أكثر من مئتي فلسطيني حين التف حول إحدى قوافل المساعدات الشحيحة إنعكاسات الحادثة خلقت شرخاً في صفوف داعم إسرائيل في أمريكا وهو خلاف نادر الحصول بين المشرعين الداعمين لإسرائيل وبذلك أصبح أكثر الديمقراطيين تأييداً لإسرائيل قلقين بشكل متزايد من الوضع الإنساني في القطاع وأيدت أصوات ديمقراطية كثيرة خطوة بايدن ودعت إلى توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية والعاجلة للفلسطينيين المنكبين وفي الجهة المقابلة للجمهوريين موقف مختلف تماماً إذ أعلنوا معارضتهم بشدة عمليات الإنزال الجوي بل ذهبوا أكثر من ذلك محذرين من إمكانية وقوع المساعدات في أيدي حماس التي لا تزال وفقهم تحكم القطاع بالخوف والنار بسمك ريبي العربية